كان رياضي أخر أزدلها سيطارو على فعليات لحق المسير الخضراء الدولي لدرجات في لسخته التاسعة بتتويج الهولندي جوغ بمرحلة العيون المرصى وسط جوائن احتفالية المزيد من التفاصيل في روبرتاج محمد بتاح بختار خياء والمحجوب كزيزة تعددت الانشطة الرياضية المنظمة بمدينة العيون ومن بينها اللحاق الدولي للمسير في نسخته التاسعة حيث أبل منظمون إلا أن يكونوا في الموعد بتنظيم هذه التدورة بحضور وازن من عدة دول مشاركة في هذا الحدث الكبير هذا الطوافجي بمناسبة ذكرى 47 المسير الخضراء الجامعة الملكية الدرجات دائما كتنظم هذا النوع من الرياضات بهذه المناسبة نحن جد فرحين بالتعامل وبالتعاظر اللي دائما هذه الجامعة كتخمن فهذه المناسبة الجليلة وتدير هذا النوع من الإشعاع الأخلاقي والتعاقدي اللي هو ترابطنا الحمد لله مع العرش العلوي المجيد بمناسبة هذه الذكرى واستحضار أمجاد أبائنا واجدادنا اللي بناوا على رأسهم المغفول له الحسن الثاني موحد البلاد وهي مناسبة جليلة فعلا الدرجات المغربية كعادتها تجوب المناطق ديال الصحراء المغربية وهنا رأسيها العاصمة ديال الصحراء مدينة العيون الفيحاء وحضر مجموعة ديال الفراق الوطنية والدولية عدنا عشر الفراق اللي تتشوف الآن الطواف ديال المسيرة الخضراء في ذكرها 47 هو الطواف التاسع اللي يجي من دول من أوروبا ومن إفريقيا ومن آسيا وسط هذه المناظر وهذه الأجواء الطبيعية والتنظيم المحكم بتضافر جهود كل المتداخلين لينجاح هذا الصباق الذي ربط بين العيون والمرصى على مسافة 116 كم في مطاف مغلق في ختام هذه المنافسات تمكن الهولندي شولد كوك من التفوق والفوز بالمرحلة الثالثة في ختام منافسات لحاق المسيرة الخضراء الدولي وكانت نقطة النهاية بجامعة المرصى متفوقا على الدراج المغربي كانت لحظات سعيدة وأنا أتوج للمرة الأولى هنا في المغرب الصباق كان صعبا وقاسيا منذ البداية كان علينا مواجهة الرياح القوية لكن كانت مساندة من زميلي في الفريق الذي ساعدني في التتويج أحسنت أحسنت أن أستطيع أن أدخلها وأن أستطيع أن أدخلها من الضوء في هذه المرحلة ومنسبة لي مرحلة كبيرة وشرفية كبيرة لتعرض هذه المرحلة لتعرض مرتبة تانية في هذه المرحلة لأن اليوم عيد استقلال للمسيرة الخضراء وشرفيا أن نكون مغربي ونرباح هذه يكون هذه الفوزي لصاحب الجلالة وإن شاء الله قادم يكون أحسن أزدل السطار على فعاليات لحاق المسيرة الخضراء الدولي بتوزيع الجوائز على الفائزين وليضرب المشاركين موعدا آخر مع لحاق الدولي مولي الحسن في نسخة العاشرة الذي سيربطه جريميم طنطان جريميم سيدي إفني جريميم تيزنيت الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر